دكتور حمد في الحياة يعني كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي كانت كلمة يعني وافية وتضم العديد من النقاط الرئيسية ودائما حينما يتحدث الرئيس يتحدث من منطلق وضع الأزمة والتحديات وكيف يمكن أن تحل زي قرأت كلمة السيد الرئيس في هذه القناة كلمة الرئيس السيسي كانت كلمة محددة وكاشفة للأزمات اللي بيمر بها العالم بشكل واضح على اعتبار أن كان فيه أزمات وترقمات ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة أولا أزم الكورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكسات ده على ملفات رئيسية بتمس حياة الشعوب في كل دول العالم سواء أزمة الغذاء وده اللي أشار إليه فقامة الرئيس السيسي في كلمته وطلب بشكل واضح من ضرورة أن تتحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للحبوب وده لأن القيادة السياسية المصرية ومن خلال إدراقها الكبير لخطورة هذه الأزمة على حياة الشعوب الأفريقية وباعتبار أن مشاركة الرئيس السيسي ليست بصفة الرئيس المصري فقط ولكن باعتباره هو صوت أفريقيا وأيضا صوت الدول النامية في تجمع اقتصادي هو التجمع الأكبر في العالم وبالتالي دول مؤسرة في داخل هذه المجموعة هذه المجموعة بتضم أكبر ثلاث دول لإنتاج الحبوب في العالم سواء الصين والهند بس تلك الدولتين لا يقوموا بالتصدير لأن في اعتبارات أخرى الدولة الوحيدة اللي بتقوم بالتصدير في داخل مجموعة العشرين أو اللي لها حصة كبيرة في التصدير وده بيخدم على شعوب القرى الأفريقية طبعا هي روسيا لأول مرة حصات قياسي للدولة الروسية هتنتج حوالي 92 مليون طن من الحبوب هيتم تصدير حوالي 46 مليون طن وأعلن الرئيس بوتين بشكل واضح أنه هيوصل حوالي مليون طن من الحبوب للشعوب الأفريقية مجانا وبالتالي القيادة السياسية المصرية ومن إدراقها أن هذه القضية هي قضية محورية ينظر إليها العالم بأنها تحديات حقيقية لأنها تمس الغذاء وتمس حياة الشعوب وبالتالي القيادة السياسية ركزت على هذه القضية أيضا ركزت على قضية مهمة جدا ودائما وأبدا يعني فيه رؤية استشرافية للدولة المصرية لأن الأزمات العالمية أصرت بشكل كبير على موضوع الديون الديون مشكلة كبيرة مشكلة مؤسرة جدا فيه تعصرات مالية كبيرة لأن أغلب الاقتصاديات في الدول النامية هي اقتصاديات غير قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة وفيه ديون مثقلة ومن سنوات طويلة وبالتالي تعي القيادة السياسية المصرية أنه لابد من إسقاط هذه الديون حتى لا تتعصر هذه الدول أكثر وأكثر وبالتالي أيضا تؤثر على حياة الشعوب الجزئة المهمة أيضا هي تعددات القضبية بما يخدم التحولات السياسية الحقيقية التي تشهد الآن نوع من التغير في المشهد الدولي وبتحتاج رؤية استراتيجية من كيفية إيجاد عالم متعدد الأقطاب ولكن ليس بهدف على متعدد الأقطاب ولكن لكي يكون هناك عدالة في كل شيء لأن هذه النقطة تحديدا ستنعكس بشكل إيجابي على نظرة المجتمع الدولي للقضايا المحيطة سواء في القرى الأفريقية في الخليج في أسيا كل هذه هناك قضايا كثيرة ظهرت في النظام الدولي أحادي الجانب ولم تستطع الدولة الوحيدة اللي بتحكم العالم السيطرة على هذه الأزمات ولم تستطع أيضا إيجاد حلول لها وبالتالي كان لازما أن نتحول إلى عالم الثلاثية القضية أو ربعية القضية وده اللي جعل قمة العشرين بتنظر للاتحاد الأفريقي بمسابة طوق نجاي يعني كله بينظر أن أفريقيا لا تستفيد من قمة العشرين أرى العكس تماما أرى أن مجموعة العشرين ده مهم جدا هي اللي هتستفيد ده بكل تأكيد يعني ترجمة نانسي قنقر